هذا وتعكف حكومة الاحتلال الإسرائيلي على رصد ميزانيات خاصة لمجلس المستوطنات في الضفة الغربية المحتلة بغرض مراقبة البناء الفلسطيني في مناطق جيم تحت ذريعة ما يوصف بالبناء غير القانوني وهو ما اعتبره الفلسطينيون خطوة ضمن خطة ممنهجة تهدف إلى ابتلاع مزيدا من الأراضي الفلسطينية والسيطرة عليها تبعا لمخططات احتلالية تهدف لتقويض حل الدولتين من المنتظر أن تصادق حكومة الاحتلال خلال جلستها الأسبوعية على ميزانية أولية تقدر بحوالي عشرين مليون شكل على أن تحول إلى أربعة عشر مستوطنة في الضفة الغربية بغية تشكيل طواقم لمراقبة البناء الفلسطيني في المناطق جيم فيما تصفه تل أبيب بالبناء غير القانوني الحكومة الفلسطينية وصفت هذا الإجراء وجملة الإجراءات الإسرائيلية التي تنفذ على الأرض بأنها رفض للقانون الدولي وسعي للقضاء على حل الدولتين هذه إجراءات تتسارع بوتيرة عالية خاصة في الآون الأخيرة لابتلاع المزيد من الأرض وفرض حقائق مزيفة على الأرض والسطو على ما في الأرض فوقها وفي باطنها من ثروات وبالتالي هذا خرق فاضح للقانون الدولي وعلى دول العالم ولسيما الإدارة الأمريكية التي ظل الرئيس الأمريكي يتحدث دائما عن حل الدولتين هناك تقويض أمام الإدارة الأمريكية وأمام العالم لحل الدولتين من خلال هذا التسارع وهذا التغول بابتلاع واستباحة الأراضي الفلسطينية يؤكد محللون بأن هذه الخطوة تعكس التحول في آلية تعامل الاحتلال مع المناطق المصنفة جيم وفق اتفاقية أوسلو تحول بات يتعامل مع وجود الفلسطينيين على هذه الأرض بأنه وجود استثنائي وطارئ وأقصى ما يمكنهم الحصول عليه هو السمح لهم بالبقاء داخل مدنهم وقراهم وبلداتهم دون أي حقوق سياسية منطق إسرائيل في التعامل مع الأراضي المصنفة جيم تغير قليلا في البداية كانوا يتعاملوا أن هذه الأراضي متنازع عليها وبالتالي بالقوة العسكرية وبالأمر الواقع وبالاستطان وبالإجراءات العسكرية يمكن أن ينسيطوا عليها أكثر الآن باتوا يتعاملوا معها على أنها أراضي إسرائيلية وأن الوجود الفلسطيني هو وجود طارئ ووجود نافر ووجود غير طبيعي لذلك هذا تطور في مفهوم إسرائيل لإدرارة الأراضي المحتلة بشكل عام يعتبر الفلسطينيون إجراءات الاحتلال الأخيرة خطيرة جدا وتشكل جزءا من مخطط إسرائيلي يهدف للقضاء على أي آمل فلسطيني بدولة مستقلة وفقا لقرارات الشرعية الدولية أو ما بات يعرف بحل الدولتين ويأتي تبعا استكمال تنفيذ مخطط ما يسمى بإسرائيل الكبرى دون منح الفلسطينيين أي حقوق وطنية من فلسطين المحتلة حافظ أبو صبرة رؤيا